أقرى اجتماع عقد بالمكلة برئاسة وزير الشباب والرياضة نائف البكري ومحافظ حضرموت مبخوط بن ماضي رفع مخصصات أندية حضرموت بنسبة 100% ودعم مشاريع البنية التحتية ومنشآت الأندية الرياضية بالمحافظة ونقج الاجتماع والوضع الرياضي بالمحافظة وأوضاع الأندية والاتحادات الرياضية وصبل الدفع بالواقع الرياضي وتفعيل النشاطات الرياضية والشبابية أكد محافظ حضرموت اهتمام السلطة المحلية بتنفيذ منشآت الأندية وديمومة النشاط الرياضي خلال السنوات الماضية مشيرا إلى أن الخطوة الأولى تتبدأ بتصوير المدينة الرياضية والاهتمام بالاستاذ الأولمبي بسيئون والمنشآت الرياضية ورفع مخصصات الأندية وبدوره أكد وزير الشباب والرياضة أهمية هذا اللقاء في توحيد الجهود مع السلطة المحلية لرفع مخصصات الأندية واستكمال المشاريع الرياضية للأندية والمدينة الرياضية بالمكلة وأستاذ سيئون الأولمبي وأيضا نبشر بقية الأندية إن شاء الله سيتم استكمال بقية الأندية بدعم إن شاء الله من قبل صندوق النشأ والشباب ومن قبل أيضا قيادة المحافظة كذلك رفع مخصصات أندية محافظة حضرموت نحن في هذه الزيارة وهي أيضا تأتي ضمن احتفالات شعبنا بذكرى 26 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر هذه المحافظة اليوم التي هي واجهتها الحقيقية الرياضة والرياضيين والتي كانت الصورة الحقيقية لكاس حضرموت والكثير من المناشط والنشاطات الكبيرة في مختلف المواسم الرياضية رأينا هذا الجمهور المتعطش اليوم إلى إيقاد بنية تحتية التليق بحضرموت ترجمة نانسي قنقر